موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقات جديدة من كشك الصحافة الذي نسلط الضو فيه على أهم وأبرز ما ركزت عليه الصحافة اليمنية والعربية من أحداث وتطورات في الشأن اليمنية نبدأ من المواقع الإلكترونية اليمنية وتحديدا من موقع الصحوانت الذي نقل على لسان نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح قال خالد بحاح ندعم المقاومة وصمودها في مختلف الجبهات وضمها للجيش الوطني أما في العاصمة صنعاء ناشطات يحين الذكرى الخامسة لثورة 11 من فبراير داخل جامعة صنعاء وقال مدير أمن محافظة صنعاء العقيد مراد أبو حاتم أنهم جهزوا وحدات أمنية لحماية المناطق المحررة شرق صنعاء وأكد الموقع خبر ضبط سفينة تحمل أسلحة من قبل قوات التحالف قادمة من جبوتي كما صرحت المصادر وقالت أن قوات التحالف العربي حجزت سفينة شحن قادمة من جبوتي إلى ميناء الحديدة في اليمن محملة بعتاد عسكري رغم أن تصريحها لأجل إدخال مواد طبية ونقلت قناة سكاينيوز عن مصادر في التحالف العربي قولها إنه لدى تفتيش السفينة التي ترفع علم جزر مارشال تبين أنها تحمل أجهزة اتصالات مشفرة عسكرية مصدرها ميناء بندر عباس الإيراني حيث رست مؤقتا في جبوتي وقالت المصادر تم اعتراض السفينة وهي في طريقها إلى ميناء الحديدة باليمن واقتدت إلى ميناء جزانة الصعودي حيث جرى تفتيشها وتوثيق العملية بحضور خبراء دوليين نتحول المشاهدين إلى موقع الموقع ونصارد أبرز ما ورد فيه تعزيزات عسكرية للتحالف العربي للسعادة مركز دباب في تعز نقل الموقع عن نائب الرئيس ورئيس الحكومة خالد بحاح الحكومة تسعى للتواجد في المناطق المحررة أما إلى محافظة أب قتل وجرح في هجوم للمقاومة الشعبية على نقطة للميليشيا بمنطقة كتاب وتطرق الموقع إلى تفاصيل المعارك الأخيرة التي شهدتها سرواح وقال الموقع قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع في مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية غرب محافظة مأرب وقالت المصادر لمركز سبأ الإعلامي التابع للمقاومة الشعبية بمأرب إن معارك عنيفة دارت بمنطقة المشقع غرب مأرب حيث تصدى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لهجمات شنتها الميليشيا في محاولة منها لاستحادة بعض المواقع التي فقدتها خلال الأيام الماضية وتابع الموقع وقصفت مقاتلات التحالف العربي أهدافا للحوثيين وقوات المخلوع بمديرية سرواح غرب مأرب أفضاء لتدمير دبابة ومخزن سلاح للميليشيا قلق الجغرافية وحروبها كان هذا عنوان مقال في موقع الموقع الكاتب عبدالله دوبلة وقال فيه من أهم ما تقوله الحروب الجديدة في الشرق الأوسط إن الحدود السياسية المصطنعة وعلى الرغم من أنها قانونية إلا أنها لا تصمد أمام حقائق الجغرافية والتاريخ حيث الجغرافية وكما هي دائما في كل العصور الثابت الوحيد في جملة المتغيرات التي تدور من حولها ولأنها كذلك هي أيضا من تملك الإجابات عن الصراع وتاريخه في العالم الخطوط السياسية المصطنعة كحدود بين دول المنطقة الآن هي لا تغير من حقيقة هذا المجال الجغرافي والحيوي الواحد والذي يبدأه من عدن ومسقط جنوبا وينتهي بالموصل وحلب شمالا ومغزو العراق للكويت أو تلاشي ملامح الحدود العراقية السورية مع ظاهرة داعش إلا بعض الاضطرابات الحصلة بين حقائق السياسة بعد الحرب العالمية الثانية ونشوء الدول القطرية على حدود الاستعمار وبين الحقائق الثابتة للجغرافية والتاريخ الحدود اليمنية السعودية وبروزها كأحد أهم وسائل الضغط الحوثية على المملكة في الحرب الراهنة كما استخدامها من قبل المملكة لدعم السلطة الشرعية اليمنية دليل آخر على صمود حقائق الجغرافية أمام الحدود المصطنعة فالتهديد الحوثي المرتبط بالاختراق الإيراني للمنطقة هو تهديد حيوي للجزيرة وللمملكة في باحتها الخلفية كما هو التهديد الإرهابي لداعش في مجالها الحيوي الشمالي المتقطع أيضا مع التمدد الإيراني باتجاه المتوسط نستعرض في موقع التغيير نت أهم تطورات والأحداث نبدأ من محافظة عدن جاء فيه محافظ عدن العميد عيدروس الزبيدي يلتقي مدراء عموم المدريات والمكاتب التنفيذية عنوان الموقع أيضا بحاح يؤكد استعداد الحكومة تسهيل أعمال مكتب اليونيسي في اليمن ونقرأ من شبوى محافظ شبوى العميد عبدالله النسي يوجه بمنح صندوق النظافة مبلغا ماليا لمعاودة نشاطه في المحافظة موقع التغيير نت ركز على تفاصيل خبر مقتل قيادي حوثيفي تعز ذكر في هذا الخبر قالت مصادر مطالعان قياديا حوثيا لقي مسرعه أمس الأحد في المعارك الدائرة بين الميليشيا والقوات المولية للشارعية في محافظة تعز وسط البلاد وذكرتها المصادر أن القيادي معين يحيى ظفران لقي مسرعه في المعارك التي شهدتها المناطق المحيطة بذباب بالقرب من مضيق باب المندب على ساحر البحر الأحمر جنوب غرب البلاد نذهب مشاهدين إلى موقع يمن مونيتور ونطالح في صفحة الرئيسية أهم العناوين انفجار بسيارة مفخخة يستهدف عربات عسكرية بمحافظة لحج جنوبية اليمن ومن العناوين أيضا مقتل جندي الإماراتي وإصابة آخر في اليمن أما في تعز معارك عنيفة في محيط مركز بلدة المسراخ ونقرأ في الموقع خبر صدور حكم بالسجن لمدة عشر سنوات لثلاثة حوثيين في الإمارات جاء في التفاصيل قضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أمس الأحد بالسجن عشر سنوات بحق اثنين يمنيين وعماني وبرأت ثلاثة يمنيين آخرين في قضية إمداد الحوثيين في اليمن بالمواد العسكرية وتابع الموقع في التفاصيل وضمت المحاكمة خمسة يمنيين وعمانيا والمعروف إعلاميا بخلية الحوثيين قضت المحكمة بالسجن عشر سنوات على المتهمة الأول عبد الملك محمد أحمد المخنقي وعبد الله محمد أحمد عطية وهما يمنياء الجنسية وغلام عبد الله محمد عمانية الجنسية بالسجن عشر سنوات مع الإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة وبرأت ثلاثة متهمين إلى موقع المصدر أولاين نطالع أهم ما ورد فيه من عنوين وأخبار نبدأ في الشأن السياسي لقاء يمني روسي في الرياض يبحث أوضاع اليمن في الشأن العسكري مقاتلات التحالف تقصف موقعا للحوثيين وقوات صالح في مدرسة ببعدان في محافظة أب أما في مسجدات المعارك في مشارف العاصمة صنعاء معارك عنيفة في نهم شرق صنعاء ومقاتلات التحالف تشن سلسلة من الغارات الجوية اهتم أيضا الموقع بتفاصيل المعارك في الجبهة الشمالية لمدينة تعز وتقدم المقاومة نقرأ في هذا الخبر قال سكان محليون إن مواجهات عنيفة اندلعت في منطقة عصيفرة بمدينة تعز بين قوات الجيش المسنود بالمقاومة الشعبية والحوثيين وقوات صالح وقال مصدر ميداني للمصدر أولاين إن قوات الجيش والمقاومة شنوا هجوما مباغتا على مواقع الحوثيين كما أحرزوا تقدما أحرزوا تقدما وسيطروا على عدد من المباني تحت سوق عصيفرة وأضاف بأن الرجال المقاومة سيطروا على مدرسة أبو عبيدة وتقدموا إلى جوار محطة الشعبي الجبهة التائهة تحت هذا العنوان كتب سليم خالد مقالا ونشره موقع المصدر أولاين تحدث فيه عن إعلام المقاومة والشرعية في مواجهة الميليشيا والمخلوع ويقول الكاتب قد لا تتوفر معلومات دقيقة وفق أدوات استقصاء متبعة عن مستوى التأييد الشعبي والجماهيري الذي تتمتع به المقاومة الشعبية لكن بتتبع الانطباعات العامة في مواقع التواصل الاجتماعي وتجمعات التقليدية كالمقايل والمقاهي فإن الكثير من الناس ما زالوا ينظرون للمواجهات المسلحة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة وما يعرف في إعلام جماعة الحوثي بالجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى باعتبارها حربا أهلية وصراعا مسلحا بين أطراف تسعى للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح ست قنوات فضائية أهلية وقناتان رسميتان جميعها تبث من خارج الحدود اليمنية بالإضافة إلى عدد محدود من المواقع الإلكترونية تمثل الجبهة الإعلامية للمقاومة فيما لا يوجد صحيفة ورقية واحدة باستثناء صحيفة الأيام التي عاودت الصدور من عدن مطلع الشهر الماضي وفي حين تستولي جماعة الحوثي على جميع إذاعات الـ FM بما فيها إذاعة تعز فإن المقاومة لا تمتلك إذاعة واحدة مع أن حكومة بحاح قالت أكثر من مرة إن شرعية الرئيس هادي تسيطر على 75% من الأراضي اليمنية مواقع التواصل الاجتماعي طافحة بحسابات حقيقية وأخرى وهمية تمثل كتلة كبيرة في تأييد خيار الشرعية والمقاومة لكنها كتلة لزجة ومتخبطة سرعان ما تنجر للمعارك الجانبية التي تحدثها مطابخ الخصم فتفقد بوصلة التأثير وتعود بنتائج عكسية تصنع التخذيل وتخلق مخاوف وأوهام ربما نقلت الصراع إلى صفف المقاومة إذن مشاهدين نختتم جولة الصحافة اليمنية من موقع نيوز يمن نطالع فيه بحاح يلتقي محافظي تعز والبيضاء وحجة وذمر ويطمئنهم بتحسن تدريجي للأوضاع في محافظاتهم أما في شأن الإغاثي اتلاف الإغاثة والمنتدى الإنساني يدشنان توزيع ألف سلة إيوائية للنزحين في تعز كما تناول الموقع خبر توجيه محافظ صنعاء عبدالقوي الشريف الفرق الهندسية بإصلاح أبراج الكهرباء في نهم ذكر الموقع في الخبر وجه محافظ صنعاء عبدالقوي الشريف الجهات المعنية في المؤسسة العامة للكهرباء بسرعة إرسال الفرق الهندسية لإصلاح أبراج وخطوط الكهرباء في نقيل ومنطقة الفرضة والمناطق المحيطة بها والعمل على إعادة التيار الكهربائي للعاصمة صنعاء ومحافظات الجمهورية ضمن المنظومة الرئيسية للطاقة الكهربائية وتابع الموقع من جانبه أوضح وكيل أول محافظة مأرب علي محمد الفاطمي أن الفرق الهندسية أنهت أعمالها في إعادة إصلاح خطوط أبراج الضغط العالي من اتجاه مأرب ولم يتبقى إلا إنجاز الأعمال الميدانية لاستكمال إصلاح الأبراج من مفرق الجوف وحتى نقيل الفرضة ومسورة باتجاه صنعاء إذن مشاهدين سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة أبرز ما تناولته الصحافة العربية أصادر هذا اليوم ابقوا معنا مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد قالت صحيفة العربية الجديد إن هناك تراجعا كبيرا في نسبة تحويل الأموال من المغتربين اليمنيين وعلاقة الصحيفة 40% نسبة تراجع الحوالات الخارجية إلى اليمن تقول الصحيفة تعيش اليمن في شبه عزلة مالية إذ تفرض السلطات النقدية أن يتم تسليم التحويلات المالية المحلية ما يرفع من حجم الخسائر لدى المواطنين ويزيد من أرباح العاملين بالقطاع بسبب انتشار السوق السوداء وتنقول الصحيفة عن مسؤول العمليات المصرفية في أحدى شركات الصرافة قوله إن تحويلات المغتربين اليمنيين تراجعت في ظل القرار الملزم للمصارف بتنفيذ حوالات الأفراد بالريال متوقعا أن تصل نسبة تراجع حوالات المغتربين إلى 40% من إجمالية التحويلات مقارنة بالسنوات السابقة وأفقا لوكيل وزارة المالية اليمنية أحمد حجر فإن متوسط العائدات التي تحصلها الدولة من التحويلات بلغ نحو 3.4 مليارات دولار بنسبة 21% من إجمالي إرادات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي وتظهر بيانات رسمية أشارت إليها العربية الجديد أن تحويلات المغتربين اليمنيين تصل إلى نحو 7 مليارات دولار سنويا إذ أن ما يدخل البلد بطريقة رسمية تصل نسبته إلى 50% من إجمالي عائدات التحويلات الخارجية فيما 50% من هذه التحويلات تتم بطرق غير رسمية ووفق دراسة حديثة للباحث الاقتصادي أحمد شماخ فإن 90% من التحويلات المالية والتعامل بالنقد الأجنبي تتم خارج المصارف وشركات الصرافة العاملة في السوق بالتحول مشاهدين إلى صحيفة البيان الإماراتية الاحتفالات التي تشهدها عدن وصفتها بأنها تحد من الإرهاب وتقول الصحيفة تحدى أبناء عدن كل الصعاب والتحديات الأمنية وقاموا مهرجانهم الثاني بمشاركة جماهيرية واسعة من سكان المحافظة المحررة حيث احتضنت صهريج الطويلة بمنطقة كريتر التي تعد أقدم المعالم التاريخية في مدينة عدن مهرجان الوفاء لعدن تضيف الصحيفة شهد المهرجان حضوراً هو الأول من نوعه منذ أكثر من عام حيث اكتظت الصهريج بالمشاركين في تحدي واضح للإرهاب وكسر الجمود الذي تعيشه المدينة من جراء الأعمال التي تستهدف أمن عدن واستقرارها وكيل المحافظة وكيل محافظة عدن محمد ناصر شادري قال للبيان إن المهرجان هو تعبير رمزي جميل يرسله أبناء عدن إلى كل العالم أن عدن بخير وتصنع الفرحة من الألم ونقول للجميع أننا موجودون وعدن ستنتصر في كل المجالات كما انتصرت في الحرب ستنتصر في تثبيت الأمن وإعادة الإعمار الناشطة شادية جلال قالت إن أبناء عدن تحدوا كل المخاطر والصعوبات خرج صغيرهم وكبيرهم لحضور المهرجان الذي يأتي بعد أحداث جسيمة شهدتها عدن ومن الجميل أن ترى الابتسامة مرسومة مجددا في وجوه أطفال ونساء وشباب عدن بعد أشهر من الدمار والعنف تختتم الصحيفة تقريرها عن الفعالية شهدت مديريات العاصمة عدن التي طبقت فيها الخطة الأمنية استقرارا أمنيا كبيرا أسهم في إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والتراثية منها مهرجان عدن وغيرها من المهرجانات والفعاليات نقلت صحيفة الاتحاد عن المحلل العسكري السعودي إبراهيم المرعي قوله إن تحريرا معسكري الخنجر وفرضة نهم يقرب قوات الشرعية من الوصول إلى القصر الجمهوري في صنعاء قال في تصريحات للاتحاد إن الوضع الميداني يصب في مصلحة التحالف والشرعية وأن العمليات الأخيرة أثبتت نجاحا الاستراتيجية التي اعتمدت فتح أكثر من جبهة في آن واحد مما ساهم في تشتيت دفاعات الإنقلابيين وإضعاف قدراتهم وأوضح أن تحرير الحكومة للعاصمة الصنعاء يعني بالتالي السيطرة على معظم محافظات اليمن لما سيشكله ذلك من تأثير على النواحي المعنوية والميدانية وأتمنى المرعي أن تنجح الجهود المبدولة لتحرير محافظة تعز خصوصا بعد الاجتماع الأخير لرئيس عبد الربو منصور هادي مع قيادات المقاومة في عدن وقال نأمل أن نرى نتائج الترتيبات ميدانيا في وقت قريب وأضاف أن محدودية المقاومة في تعز هو سبب تأخر وسبب تأخر تحريرها على العكس من مناطق كمأرب والجوف وقال نتمنى من أهلنا في تعز أن يتحركوا لمساندة المقاومة وأن تكون هناك هبة لتحرير تعز فغياب الروح القتالية واقتصارها على المقاومة المحدودة هو السبب في تأخير التحرير وفيما يتعلق بالحل السياسي أكد آل مرعي أن جنيف واحد وجنيف اثنين أثبتتا أن الحوثيين والمخلوع صالح لا يملكون أمرهم فالأوامر تأتي من طهران وبالتالي فإن التحالف مطالب بتحقيق المزيد من التقدم والانتصار على الأرض وكلما زاد التقدم زادت فرص الحل السياسي التفاوض من قلب المعركة تحت هذا العنوان كتب سامح راشد مقاله في العربية الجديد عن تطورات الأوضاع في سوريا ويقول الكاتب صار من المستحيل الحديث عن حل سياسي للأزمة السورية في ظل المعطيات الراهنة حتى يتأتى الحل بتغيير الوضع الميداني ولأن هذا هو التسلسل الصحيح للأمور فإن التدخل العسكري الروسي تم خصيصا ليغير موازين القوى على الأرض ومن ثم يتيح فرض حل سياسي بشروط موسكو غير أن الأطراف الأخرى غير متوافقة على هذه الشروط بين رفض جذري من قوى المعارضة والدول الداعمة لها وتحفظ أوروبي جزئي وقبول أمريكي بأي حل لا يهدد إسرائيل ولا يورط إدارة أوباما أو التالية لها لاحقا أمام غياب التوافق على قواعد الحل بل وقبل ذلك على التفاوت في تقدير ضرورته واستشعار مدى وطبيعة الخطورة على مستقبل سوريا كانت النتيجة المنطقية فشل مباحثات جينيف قبل أن تبدأ وهو ما حاول استيفان ديمستورا إخفاءه فاستبق انسحاب وفد المعارضة بإعلان تأجيل المباحثات في هذا السياق جاء إعلان المملكة العربية السعودية وتركيا الاستعداد للقيام بعمل عسكري بري في الأراضي السورية يتسق مع المقدمات السابقة حيث وجدت أرياض وأنقرة أنهما من سبيل إلى إنهاء الأزمة السورية بشكل مناسب وأن ليس مثاليا من دون تدخل مباشر ليتبلور على الأرض مسار موازن وإن كان معاكسا للتدخل العسكري الروسي مشاهدين صحيفة القدس العربي وصفت ما تقوم به عناصر ميليشيا الحوثي بأنه هروب كبير وتقول الصحيفة في تقريم خاص نقلا عن مصادر وثيقة الإطلاع أن المتمردين الحوثيين بدأوا فعليا ما وصفا بعامليات الهروب الكبير من اليمن مع اقتراب القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي من المدخل الشرقي للعاصمة صنعاء وانهيار ميليشياتهم أمامها أكشفت المصادر للقدس العربي أن العديد من القيادات الحوثية بدأوا ترتيب هروبهم من العاصمة صنعاء سواء عبر الجو من مطار صنعاء دوري الذي يسيطرون عليه حتى الآن أو برا إلى محافظة الحديدة الساحلية المتواجدين فيها بقوة والتي تتوفر فيها إمكانية الهروب عبر البحر إلى الدولة أريتيريا وتفيد الصحيفة لم يعد الحوثيون يخفون أو يتسترون على عمليات هروبهم من العاصمة صنعاء فقد أعلن عضو المجلس الثوري للحوثيين حسن زيد اتخاذ قرارا بمغادرة العاصمة صنعاء إلى صعدة وعالمت القدس العربي عن مصدر سياسي أن العديد من القيادات الحوثية والقيادات العسكرية والسياسية الموالية لصالح بدأوا ترتيب عمليات مغادرتهم من العاصمة صنعاء بعد أن أجلوا كافة أفراد أسرهم إلى خارج البلاد وقال المصدر أصبح واضحا أن أو إن أغلب من تبقى من القيادات الحوثية والعسكرية السياسية التابعة لصالح جاهزة لمغادرة البلاد ما عدا المخلوع صالح الذي لا زال مصيره غامضا وهل سيقرر مغادرة البلاد أم أنه سيصمم على البقاء داخل البلاد حتى في حال سقوط العاصمة صنعاء إلى صحيفة واشنطن بوست والتي علقت حول أحد الموضوعات العربية وقالت الدولة الإسلامية لم تعد تلك القوة التي لا تقهر في ساحة المعركة وتقول الصحيفة تؤشر الهزائم الأخيرة التي مني بها تنظيم الدولة الإسلامية في ميادين المعارك على أن جيش ميليشياته الذي كان يتفاخر به ذات مرة باعتبار أنه عصي على القهر أصبح يتعثر الآن بسبب المشكلات المالية المتفاقمة وكثرة الفارين وتضاء القدوم المقاتلين الجدد وتضيف الصحيفة في الفترة الأخيرة سولت القوات الكردية والعربية المدعومة من الولايات المتحدة على مساحات كبيرة من الأراضي من المجموعة المتطرفة في أجزاء من العراق وسوريا حيث كانت قد أعلنت عن إقامة خلافتها في العام الفين وأربعة عشر وترتبط هذه الخسائر بكفاح المجموعة من أجل دفع رواتب المقاتلين وتجنيد آخرين ليحلوا محل أولئك الذين فروا أو انشقوا أو انضموا إلى مجموعات متشددة أخرى أو ماتوا في ميادين المعارك كما يقول محللون ومتابعون للجماعة وفي هذا الصدد يقول جاكوب شابيرو الخبير في شؤون الدولة الإسلامية والذي يدرس في جامعة بيرين ستون هذه المسائل تشير إلى أن الدولة الإسلامية ككيان عازم على التمسك بالأرض ليست قابلة للإستدامة فقبل عام واحد فقط كان ينظر إلى الدولة الإسلامية على أنها قوة ماحقة غنية ومنظمة تقوم باستقطاب الآلاف من المقاتلين المتحمسين لكن ذلك الزخم غير وجهته وذهب إلى الاتفجاه المعاكس في الأشهر الأخيرة كما تقول نيالي لحود الخبيرة في الإسلام السياسي في المحهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والتي تدرس إعلام المجموعة لقد أفرطوا في لعب أوراقهم في البداية حين وصفوا انتصاراتهم على أنها إشارات من الله ومكافأة منه على إيمانهم إذن مشاهدين بهذا القدر نكون قد أنهينا جولتنا في الصحافة العربية الصدر هذا اليوم ولما تبقى سوى أن نشاهد سويا مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية وإلى أن أمتقيكم في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة